السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومحبا بكم اعزائي المتتبعين معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى من الله فيديو دياليوم تلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. والوصفة دياليوم تنالي اعجاب ديالكم وتجربوها. فالوصفة دياليوم عبارة عن فتائر بحشوة رائعة. كنتمنى تنالي اعجاب ديالكم وتجربوها. وتخليو لي تعليقات الايجابية ديالكم لما لليك تحفزني المزيد من العطاء. ونبدأو على بركتي الله في تحضير الوصفة دياليومة. والتحضير الوصفة دياليومة غادي نحتاجو ان شاء الله حبة ديال البصل مقطعة على هات الشكل هذا. عندي هنا سمك يعني اي نوع سمك عندكم. انا هنا كان عندي الميرلون فورتو وقطعتو طريفات صغار. والتوابير غادي نحتاجو مع القاس صغيرة ديال تحميرا. مع القاس صغيرة ديال يبزر مع القاس صغيرة ديال كامون. شوية ديال ملحة. اه توابير ديال السمك الى عندكم. انا ما توفرتش عندي استعملت داما ديال السمك. وهنا عندي مع القاس صغيرة ديال الهريسة مع جوج حصوص ديال تومحكوكين. وكذلك عندي فلفلة مقطعة. حمراء وممكن تستعملو الالوان يعني الخضرة والصفرة اللي كانت متوفرة عندكم. وكذلك غادي نستعملو اه شوية ديال قصفور ومعد نص مكتعين. عصير نص حامضة. وصلصة السوجة. وبالنسبة للعجين غادي نحتاجو اه تقريبا خلص مية جرام ديال دقيق الابيض او الفورس. معاكس ديال الفينو. شوية ديال ملحة. شوية ديال سكر سنيدة. والزيت بالنسبة يعني للتوريق هو وجوج مع القكبار ديال اه ميزينة او الناشا. وما ننسوش واحد مع القاس صغيرة ديال سكر سنيدة اللي غادي نضيفوها للعجين ديالنا. واخيرا اه علبة ديالة الشعرية ديالة الرز لمرطبها في المسخون. ونبدو على باركتي الله في تحضير الوصفة ديال اليوم. اول مرحلة غا نبدو بها هي تحضير الحوشوة. غادي ناخد جهد تلاتة ديال مع القكبار ديال زيت المائدة او زيت الزيتون. غادي نضيف ديك الحبة ديالة البسن مع الحبة ديالة الفلفل الاحمر. وغا نخلوهم يتشحروا مزيان حتى كتنزل يعني ديك البسيلة مع الفلفلة. غادي كنضيفو التوابيل اللي هي. مالقة ديال يفزار ملحة. اه شوية ديال الكامون. التوابيل ديال السمك او ضمة ديال السمك. شوية ديال الهريسة. و جوج فص ديال تومة بحكوكين. غا نخلط المكونات ديالية تكي تجنسو. وبدو نضيف المكونات الاخرى بالتدريج. هنا غادي نضيف ديك السمك ديالي. اللي ديجا فورتو. فقط مع جوج فص ديال تومة. ونقيتو بشوية. يعني الى كان في الشوك. هنا الميرلو ما كيكونش يعني في الشوك بزاف. يعني خليتو طريفات كبار بينين. باش كتجي الحشوة ديالنا باينا في هالحوت. ونضيفو ديك المعالقة الكبيرة اللي مخلطة ما بي القسبور ومعد نوس مطحونين. نخلطو المكونات ديالنا جيدا نغيب شوية باش ميتفرتتناش دك الحوت. ويجي باينا في الحشوة ديالنا. من بعد غادي نضيفو الشعرية الصينية. ومنسوش الزيت والمقطاع اللي مذكرتوش في المقاد هادير في بداية الفيديو. ومن بعد غادي نضيفو واحد جوج معالخ كبار ديال السوس صوجة. إلي كانت خفيفة. سينو نضيفو غيم عالقة وحدة اللي كانت ثقيلة. ومنسوش نضيفو عاصر نصحة ديال الحشوة ديالنا بعد مما توجد. وغا نخليو الحشوة ديالنا جانبا تبرد. وندوزو باش نحضروا العجين اللي غادي نستعملو هاد الحشوة ديالنا. اشتركوا في القناة موجدات الحشوة ديالنا. غا نحتاجوا بهذا جانبا نحتاجوا بها جانبا حتى تبرد تماما. وننضوزو باش نحضروا العجين ديالنا. غادي نحتاجوا لهذا العجين مايو عاديل 500 جرام ديال دقيق الابيض الخاص بالحلويات. وغا نحتاجوا كس ديل اللي أنبع ملفينو. والملحة حسب الضوء. وكذلك السكر ساني دمع القاس صغيرة. وخميرة ديال حلويات مايو عاديل 8 جرام. هنا غادي ندلكوا المكونات ديالي جيدا. وغا نحتاجوا تقريبا كسنس ديال الماء العنبة. باش نجمعوها ديال العجين هادا. بالنسبة للاتيك سيوغ ديال العجين. خاصها تكون شوية قاس حاشة دافراسها. ونخليوها حتى تطلق يعني يعني نعطوها وقتها. حتى تطلق مزيان. اعاد كنمتدو في عملية ديال التوراق. هنا نجمع العجين ديالي ونوريكم الشكل دياله. فهذا هو الشكل ديال العجين ديالي بعد مما دلكت قريبا خمسة ديال بقايق. غادي ندهنا بشوية ديال الزيت ونحتافض بيها جيدا حتى ترتاح تماما. تقريبا واحد ساعة ندوزو العملية التوراق. هنا غادي في هاد الاثناء غادي ندوزو نحضروا الخلطة السحرية اللي غادي نحتاجوها في عملية التوراق اللي هي. غا نحتاجو لها جوج معالق ديال دقيق النشاء او الميزينة. ونسكز زيت المائدة غادي نخلطو هاد المكوينين جيدا. وغادي نستعملوه في مرحلة التوراق. فهاد الخليط هادا هو اللي كيخلي العجين ديالي بعد مما كيطيب كيخلي في هديك القرمشة رائعة وكتدوم المدة اطوال. بعد مرتاح العجين ديالي جيدا شكلتو على شكل بودان بحالكا. وغادي نقسموه الى ستة كورايات. هنا هاد الكورايات ممكن تقسموه الى كورايات صغار. انا درتوهم كورايات شوية كبار. باش كنربح الوقت كندير يعني خبيزات كبارين. ممكن تستعملو انتوما خبيزات صغار. هنا غادي ندوزو نشكلو الكورايات ديالي. باستيعانا بشوية ديال الزيت. باش مكيل الصغار. ونخليهم يرتاحو عاو تاني يعني تقريبا واحد تولو تساعة. حتى كي يطرخها وكن بدأوا بالكورة الليولة كنتلقوها. واكيد كن نستعملو ديك الخلطة العجيبة اللي حضرنا في الفيديو اللي مقبل. فهذا هو الشكل ديال الكورايات ديالي. غا نحاول ندهلهم شوية ديال الزيت. ونغطيهم بفيلم المونتا. ونحتفظ بهم جانبا حتى كيرتاحوا مزيان. وندزو العملية ديال التوراق. ودائما في هذه المرحلة كنبدأ باول كورة غا تكون رتحت مزيان ونستعملو كذلك بالخلطة السحرية اللي هي عبارة عن دقيق الناشا زائد زيت المائدة تقريبا جوج مع القكبار. وغا نطلقوهم مزيان. وغا نضيف الحشوة ديالي في الطرف ديال العجين. وغا نطوي الجنب ديال الغجينة ديالنا. وعلى شكل يعني سيقر ممكن توما تشكلوها على اي شكل بغيتو. خليكم على فيديو باش شوفو تتمة المراحل. ونكمل انا الكيمية اللي عندي كاملة ونرجع لكم. اشتركوا في القناة. بعد ما كملت تشكيل الكوريات ديالي كاملين نزلت دوك الخبيزات فلاطا كددخل الفران. بعد ما فرش فيها ورق الزبدة. ودهنت الخبيزات ديالنا بصفار ديالبيض. اللي ضفتلي شوية ديال سوسوجة. غنضهنهم زيان. من بعد غادي نرشع لهم شوية ديال بودور الخشخاش او البافو. وندخلهم الفران على درجة حرارة متوسطة. الفران اللي غنكون ديجا مسخناه من قبل. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.